اشتركوا في القناة وضية شاملة على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلاة. وأكد شكري ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما ينزل بتفاقم الأوضاع مجددا أو فضلا عن الدفع قدما بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية. عن جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غزة المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة. سيد ناجي أهلا بك معنا وللحقيقة دعني أبدأ من نقطة وباختصار فكرة ما الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فيما يخص المسائل المدنية. يعني لا شك أنه بعد 11 يوم من حرب شاملة وقصف عشوائي تم تدمير 2011 سكنية بشكل كامل وجزء بليغ غير صالح السكن. إضافة إلى 30 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل متوسط وطفيف. إضافة طبعا إلى البنية التحتية المختلفة. المصانع المحلات التجارية المنشآت الزراعية الطاقة شبكات الكهرباء شبكات الاتصالات. يعني الإضرار كانت في كل مكان وفي كافة مناحي الحياة المدنية في قطاع غزة. سيد ناجي فيما يخص إعادة الإعمار بشكل عام. هل هناك خطة واضحة لديكم لدى وزارة الأشغال العامة لإعادة إعمار غزة؟ يعني الخطوط العريضة لهذه الخطة إذا كانت موجودة. صحيح يعني نحن اعتدنا على الحروب. لدينا خبرة كاملة. بعد حرب 2014 و2012 و2008 لدينا وثائق موجودة. آليات للعمل في عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة. في عملية إعادة إعمار البنى التحتية. الشبكات والزراعة والاقتصاد. لدينا خطة متكاملة. ولدينا لجنة عليا للإعمار. تعمل على إعداد وثيقة متكاملة لإعمار جميع القطاعات. لدينا إحصاءات في كل القطاعات. ولدينا وسائل وآليات لعملية عادة الإعمار. بماذا ستبدأون سيد ناجي؟ بماذا ستبدأون؟ نحن نبدأ بشكل متوازي في جميع القطاعات. المساكن التي دمرت تحتاج إلى عادة إعمار. قبل إعادة إعمار تحتاج إلى إغاثة سريعة. بدأنا بجزء من هذه الإغاثات عن طريق اللجنة القطرية لإعمار غزة. بتوزيع 2000 دولار على البيوت التي هدمت بشكل كامل. بدأنا بفتح الطرقات. بدأنا بإزالة الركام. بالتعاون مع المعدات المصرية التي دخلت غزة مشكورين. بدأنا في عملية إتمام عمليات الحصر لجميع القطاعات. وبالتالي هناك الإعمار يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى لغاثة المبكرة. المرحلة الثانية الإنعاش المبكر. المرحلة الثالثة إعادة الإعمار. وبالتالي نحن حتى الآن نسير في مرحلة الإغاثة والإنعاش المبكر. من فتح الطرقات وأزالة الركام وما شبه ذلك. أما عملية إعادة الإعمار. فنحن جاهزين ننتظر إدخال الأموال. سواء كان من جمهورية مصر العربية. من دولة قطر. من الدول العربية الأخرى. التي نحن واثقين بأنه سوف يكون لها دور كبير في عملية إعادة الإعمار. فعليا هل وصلتكم أي أموال داخل القطاع؟ سواء من ما وعدت به جمهورية مصر العربية نصف مليار دولار. وقطر أيضا نصف مليار دولار. وهناك دولة أخرى وعدت بأرقام أقل. فهل وصلتكم أموال فعالية للقطاع؟ ليس مهندس أم لا؟ لا. حتى الآن لم يصلنا شيء. أعتقد أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى آليات متفق عليها. الإخوة المصريين كنا في زيارة لمصر. وجلسنا مع الإخوة المصريين. ووضحنا لهم إحتياجاتنا الأضرار التي لدينا. وإحتياجاتنا من عملية إعادة الإعمار. الإخوة المصريين وعدوا بإرسال وفد فني لدراسة هذه الإحتياجات. حضر الوفد الفني الأسبوع الماضي. ونتوقع أن إن شاء الله خلال هذا الأسبوع أن يكون هناك حوصلة لما تم دراسته وتم الإطلاع عليه من قبل الفنيين. واتخاذ خطوات في مجال إعادة الإعمار. أما من المنحة القطرية. فإحنا اللجنة القطرية لإعمار غزة موجودة في غزة. ونتوقع إن شاء الله أن تبدأ في عملية إعادة الإعمار عبر طرح المشاريع المختلفة. عبر إعادة إعمار البيوت والمجالات الأخرى. يعني نحن تقديراتنا في الأضرار المباشرة في هذه الحرب تزيد عن 500 مليون دولار. لدينا أضرار قديمة تزيد عن 600 مليون دولار من حرب 2014. وما سبقها وما لحق بها. أيضا الحقيقة أن قطاع غزة هو قطاع متضرر من 15 سنة من الحصار. ولذلك نحتاج إلى إعادة إنعاش لقطاع غزة بما يقرب من 200 مليار أخرى. ولذلك احتياجاتنا الحقيقية لإعادة قطاع غزة إلى الحياة تزيد عن 3 مليار دولار. فيما يخص ما وعدت به جمهورية مصر العربية. نصف مليار. 500 مليون دولار. هل ذلك ستكون في شكل أموال سائلة؟ أم في شكل مثلا معدات وإحتياجات عملية الأعمار بشكل عام؟ المواد البناء إلى آخره. شركات ستدخل وبعد ذلك سيدفع لها من ما تبرعت به مصري. يعني كيف سيتم التعامل في هذا السياق مش مهندس؟ تم الاتفاق مع الإخوة المصريين على أن من يقوم بعملية عادة الإعمار هم الشركات الفلسطينية في قطاع غزة. ولا سيما يعني أن قطاع غزة يعيش حالا من البطالة المرتفعة تزيد عن 50% في الخريجين تزيد عن 70%. فالإخوة أكدوا بوضوح أن غزة تبنى بسواعد أبنائها هم سيقومون بالعمل من خلال مكتب لهم طرح مناقصات على الشركات الفلسطينية. ممكن أن يكون جزء من المناقصة وشروطها أن تقوم جمهورية مصر العربية بتوفير مواد البناء الرئيسية مثل الأسمنت مثل الحديد وبعض المواد والحصمة وبعض المواد الرئيسية. كما كانت اللجنة القطرية عملت فيما سابق بهذه الآلية. ولذلك نرحب بهذه الآلية. نرحب بالارتزام مصر بأن تبنى غزة بسواعد أبنائها. نرحب بأن تكون هناك آلية تعمل من خلال مكتب موجود في قطاع غزة بطرح المناقصات وتوريد المواد من خلال جمهورية مصر العربية. إلا أننا اعتقادنا بأن الأشقاء في مصر أولى بأن تذهب أموال الإعمار إليهم. من أن تذهب إلى الاحتلال. ولسيما أن 65 إلى 70% من أموال الإعمار هي عبارة عن مواد بناء. لكن أفهم من كلامك أنه لن تكون هناك شركات مصرية التي ستقوم بعمليات الإعمار داخل قطاع غزة أو حتى غير مصرية. هذا ما أكدوا الإخوة المصريين بأنه لن تكون هناك شركات مصرية تأتي لتنافس الشركات الفلسطينية. هم موجودين للمساعدة. إذا احتجنا إلى خبرات مختصة في بعض المجالات مثل محطات الكهرباء أو المحطات المعالجة. فسوف تكون هناك الشركات المصرية والتي سوف تعمل بالشراكة مع الشركات الفلسطينية. أما في عملية الإعمار العادية. مثلا إعمار البيوت والعمارات السكنية. لدى الشركات الفلسطينية خبرة كبيرة في ذلك. ولذلك الإخوة المصريين أكدوا أن لا يوجد مجال للتنافس. وسوف يتيح المجال للشركات الفلسطينية للعمل. وللعمال الفلسطينية لأن تعمل في مجال الإعمار. هل هناك وقت محدد ستنطلق فيه عمليات الإعمار داخل قطاع غزة؟ موضوع سيد ناجي أم لا؟ نحن جاهزون. نحن كوزارة إشغال عامة وإسكان. كوزارات مختلفة في القطاعات المختلفة. نحن جاهزون لأن نبدأ من الآن. تم إزالة الكثير من الركام. تقريبا تلتكم ميتر الركام. تم إزالتها بالعمارات جاهزة. المخططات جاهزة. نحن جاهزون للبدء فورا. ما ينقصنا هو دخول الأموال ودخول مواد البناء. فإذا توفرت هذه الأموال وتوفرت مواد البناء. نحن جاهزون للبدء فورا. وما الذي يمنع وصول الأموال أو مواد البناء؟ ما يمنع هي الدول المانحة. الدول التي تعهدت بالإعمار. كما ذكرت سابقا. أعتقد أن هناك آليات محددة لعملية إدخال الأموال. والبدء في عملية الإعمار. الأخوة المصريين بدأوا في إرسال الوفد وعمل الدراسات. وأعتقد أنه ممكن أن يكونوا جاهزين في القريب العاجل. الأخوة القطريين تعهدوا بـ 500 مليون. أعتقد أنه خلال الفترة القريبة سوف يكون الأموال هذه سوف تأتي إلى غزة. ونحن يجب أن نؤكد بشبه وضوح كامل أن أموال الإعمار لا تدخل إلى الوزرات الموجودة في غزة. هي تأتي مباشرة من الجهات المانحة إلى المستفيد المباشرة. سواء كان صاحب البيت أو صاحب العمارة أو مقاول البنية التحتية أو صاحب المصنع. لدينا المعلومات. لدينا بنك من المعلومات. لدينا الآليات لتسهيل عملية الإعمار. أما عملية الإعمار فتتم مباشرة من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة. أفهم من كلامك أنه لا يوجد أموال تدخل لكم بشكل واضح وصريح. أنت لكم كوزارة الأشغال في قطاع غزة أو أي وزارة داخل قطاع غزة لن تأتيها أموال سائلة. صحيح. هذا ما كان في السابق وأعتقد ما سوف يكون في المستقبل. نحن نسهل عملية الإعمار. لدينا شركاء في الـ UNDP والوكالة يعملوا معنا بشكل كامل. الأموال التي جاءت سابقا لم تدخل وزارة الأشغال العامة والإسكان ولا الوزارات الأخرى. إنما كانت ما بين المانح مباشرة وما بين المستفيد. وهذا ما نؤكد عليه أيضا في عملية الإعمار في هذه الأموال. لماذا الاختلاف؟ طيلة الوقت السلطة الفلسطينية تقول أن السلطة هي العنوان الوحيد والأساسي لمسألة إعادة الإعمار. ما الذي يعنيه هذا سيد ناجي؟ يعني هو الحقيقة ما كان سابقا عندما قدمت وثيقة الإعمار بعد حرب 2014 لمؤتمر القاهرة للمانحين. كانت تحتوي على جزئين. جزء هي عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. وجزء يشمل دعم موازنة السلطة الفلسطينية. وبالتالي هذا ما تستفيد السلطة أنه يتم دعم الموازنة من خلال وثيقة واحدة تسمى وثيقة إعادة الإعمار. أنا أعتقد أنه ما كان في السابق هو جزء جاء للإعمار وجزء جاء لدعم موازنة السلطة. إحنا بالنسبة لنا ما يهمنا هو عملية إعادة الإعمار. لا يهمنا يعني الألية التي تتم فيها. نحن ليس حريصون على أن تأتي أموال الإعمار من خلالنا. إحنا كل ما نحوله شروطه. يعني الأموال تدخل قطاع غزة عبر إما اليوآن. مؤسسات اليوآن. عبر الجهات التي تمثل الدول مثل اللجنة القطرية. عبر البنك الإسلامي للتنمية. عبر الجزء البسيط الذي أتى عبر السلطة الفلسطينية. وكانت عبر قناة السلطة. لذلك نحن ما نصر عليه أن تأتي أموال الإعمار. ويكون هناك شفافية. لكن ما نؤكده أنه يجب مشاركة أهل قطاع غزة. يعني أهل قطاع غزة. الوزارات الموجودة. المجتمع المحلي. الاتحادات. النقابات الموجودة في قطاع غزة. هي من يجب أن تشرف على عملية الإعمار. أهل غزة أولى بإدارة عملية الإعمار. من أن تدار من جهات أخرى. ويبقى أهل غزة متفرجون على عملية الإعمار. الخلاف في وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. والسلطة الفلسطينية أيضا. وحتى على الأقل هذا ما بدى واضحا في القاهرة. في الفترة السابقة. هل من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على عملية إعادة أمار غزة؟ سيد ناجي. أنا لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن المانحين سوف يتبرعون بالأموال لعادة أمار غزة. لأن عادة أمار غزة هو مطلب إنساني. وليس مطلب سياسي. مطلب إنساني. الفصائل الفلسطينية مجتمعة. تؤكد هذا الكلام. حماس أكدت هذا الكلام. السيد السنوار في خطاباته بوضوح. قال بأنه لا يهمنا من يعمر غزة. كيف تأتي الأموال لغزة. نحن لن نتدخل في عملية عادة الإعمار. نحن حريصيون على أن تعمر غزة. هذا ما نبحث عنه. ونحن نقول ذلك. ولكن بطبيعة الحال. فصائل كلها مجتمعة. تصر على عملية إعمار غزة. لكن هناك خلاف ما بين أهل غزة. ما بين الفصائل في غزة. وما بين السلطة الفلسطينية. لأن السلطة الفلسطينية تسر على أن تكون هي الممثلة الشرعي والوحيد. وهي التي يجب أن تأتي جميع أموال إعمار من خلالها. ونحن نقول أن عملية الإعمار تكون عملية تشاركية. ما بين أهل غزة. ما بين الوزارات الموجودة في غزة. التي تحتك بالمواطن. وهي التي قامت بعملية الإعمار في السابق. وهي التي سوف تعمر مستقبلا. ولذلك ننادي بالشراكة. ويجب أن تكون عملية تشاركية ما بين الجميع. لإعادة إعمار قطاع غزة. بالمناسبة. دائما أنتم كانت هناك وعود سابقة. حتى بعض الحروب أو أي عضوان يحدث من إسرائيل. عليكم تهب بعض الدول بوعود مالية لقطاع غزة لإعادة الإعمار. هل بشكل عام تفي هذه الدول بوعودها معكم ومع القطاع من أموال أم لا؟ ليس كل الدول تفي بذلك. هناك دول في السابق. إذا قلنا ما هي الدول الأساسية التي عملت في الإعمار. أننا نحصرها في أربع دول أساسية. هي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية. هذه كانت لها الأسهم الكبيرة في عملية عادة الإعمار. بالإضافة إلى دولة ألمانيا. هناك دول لها إسهامات أقل بقليل. مثل دولة عمان. مثل تركيا. لكن الدول الأساسية التي عملت في الإعمار هي الدول الثلاث. المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. وبالتالي نحن متفائلين أن هذه الدول ستكون في المقدمة. وسوف يكون لها عفوا. ودولة الكويت. دولة الكويت. صحيح أنت قلتها. كانت هناك أربعة صحيحة. دولة الكويت. المملكة العربية السعودية. وقطر. الكويت. ودولة ألمانيا. هذه الدول الأساسية. والدول الأخرى. الدول العربية لها إسهامات. ولكن ليس بالمبالغ الكبيرة. لذلك نحن متفائلين في هذه الحرب. بعد هذا الانتصار الذي حقق الشعب الفلسطيني في غطاء غزة. بعد الدماء التي سالت. والتضحيات التي جاد بها أهل غزة. أن يكون هناك وقفة شاملة من الجميع. وهذا ما لاحظنا. التغير في جميع المواقف. كانت دولة مصر الشقيقة تقدمت بسرعة ب500 مليون دولار. نحن متأكدين أن الكويت لها إسهامات كبيرة. والمملكة العربية السعودية سوف تكون لها إسهامات كبيرة. وعومان. ونأمل الإمارات أن تكون لها إسهامات كبيرة. في دعم عملية عادة الإعمار. نحن متفائلون. ليس لدينا شك بأن قطع غزة سوف يعمر. البيوت التي هدمت سوف تبنى أفضل مما كانت. والطرقات التي دمرت سوف تبنى أفضل مما كانت. بإذن الله. والمصانع التي دمرت. وهكذا. نحن متفائلين. متأكدين من مواقف شعوبنا العربية. من حكوماتنا العربية. متأكدين من وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني. ليس لدينا شك في ذلك. ولذلك الأمل لدينا أن تكون ذلك خريب بإذن الله عز وجل. أشكرك شكرا جزيلا للمهندس ناجي سرحان. وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة. كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من القطاع. شكرا جزيلا بشمعاتسة. شكرا جزيلا.